بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلاب المرحلة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي المحاضرة الفيديوية اليوم حنتكلم عن الفصل الثالث اللي هو الانكسار بالسطوح الكروية طبعا السطح الكروي عدنا السطح الكروي بالبصريات هو إما يكون آكس أو سطح كاسر هنا بالفصل الثالث رح يكون غالبا السطح اللي حنستخدمه هو سطح كاسر هسنعرف شنوه هو السطح الكروي السطح الكروي هو أي جزء من كرة يعني مثل هنا عندي هذي كرة أي جزء منعتها سواء هذا الجزء اللي باللون الأصفر الموضح هذا الجزء أو هذا الجزء هو كرة يعني هو هايكون جزء من كرة فبالتالي هيكون سطح آكس هنا أنا مثل عندي هذا وهذا هيكون سطح آكس السطح الآكس عندي نوعين سطح محدب وسطح مقعر السطح المحدد هو اللي يكون الاتجاه ما سطح في هذا الاتجاه يعني هذا الشكل مات هذا الاتجاه السطح المقعر هذا النوع اللي يكون الاتجاه مات من هاي جهة السطح المحدد عندي بعد فرق آخر السطح المحدد مركز التكور يكون على اليمين السطح المقعر مركز التكور هنا على اليمين هنا من سطح المقعر مركز التكاور يكون على اليسار السطح مركز التكاور شنو؟ عندي من كان الجسم بشكل كرة من يكون الجسم بشكل كرة المركز ماتة مركز هذه الكرة هو نسميه مركز التكاور للسطح إذا كان السطح شفاف شنو اللي يترتب عليه يعني أو شنو حيسوي السطح إذا كان مثلا مقعر أو محدد شنو حيكون يعني شنو حيترتب على هذا السطح السطح حيكون يستخدم يفصل بين وسطين شفافة يعني مثلا هنا عندي هذا السطح مقعر يفصل هنا بين هو هو وسطين شفافة يستخدم لتجميع أو تفريق الأشعة هذه حنتعرف عليها بالمحاضرات التالية السطح المحدد يستخدم لتفريق هنا سطح المحدد يفرق الأشعة سطح المقعر يجمع الأشعة بمركز التكاور هاي إذن هنا أنا أمثلة على السطح المحدد والمقعر الآن ننتقل شنو نعرف اتجاه الشعاع بعد السقوط على السطح الكروي يعني وين يتجه يتجه بالمركز يتجه بعيد عن يتجه مثلا يعني مثلا شعاع سقط هنا أنا عندي سطح مثلا هنا عندي سطح كروي سقط عليه شعاع هذا الشعاع بعده لأنه هو سطح كروي رح يعاني انكسار على هنا أنا رح يعاني انكسار وفقا لقوانين انكسار عند سقوط شعاع على سطح كاسر فإنه يعاني انكسار وين رح يكون اتجاه الشعاع بعد السقوط احنا أخذنا بالمحاضرات السابقة وفقا لقانون العفوسنيل عندي هنانا شعاع عندي هنانا العامود المقام هنا أنا زاوية سقوط فالشعاع رح يعاني انكسار أعرف اتجاه الشعاع المنكسر عند تطبيق قانون سنيل على السطح الكروي باستخدام العامود المقام مثل ما أخذناه بالمحاضرة السابقة بالمحاضرات السابقة بالفصل الثاني طبعا استخدامات السطوح الكروي لها استخدامات عدة منها تكوين الصور يعني مثلا العدسات عندي العدسات مثل العدسات اللي نربسها بالنظارات تتكون الصور للأجسام هنا مثلا عندي على فرض أنه جسم هنا تتكون الصورة ماتة بعد مرور أشعة الصادرة من الجسم خلال العدسة هاي هنا تكوين الصور ويستخدم بتركيز الأشعة ويستخدم بتنظيم الإضاءة تركيزها يعني تركيزها بمكان معين أهم محور دراستنا وهم نقطة اللي هي النقطة الأولى اللي هي تكوين الصور رح ناخذها بالفصل التالي يعني رح ناخذها خلال الفصل الآن نجي إلى شيء جدا مهم اللي هو هندسة السطح الكروي هندسة السطح الكروي يعني السطح الكروي شون النقاط المهمة بي شون الشعاع يفوت بي أولا على فرض أنه عندي هذا سطح كروي اللي هو هذا سطح محدد السطح الكروي الأول شيء اللي يبيه الخط المستقيم اللي هو هذا مثلا عندي هنا على فرض أنه عندي هنا سطح كروي محدد الخط المستقيم اللي نصه في السطح هذا نسميه المحور البصري نقطة التقاء المحور البصري مع السطح المقار أو المحدد هنا عندي سطح محدد نسميها نقطة السمت هذه نقطة السمت نرمزلها أي Vertex هذه نقطة السمت عندي المركز مركز التكوير السطح يكون غالبا بالنسبة لهذا السطح محدد يكون على يمين السطح هذا مركز التكوير نرمز له C عندي أيضا البؤرة الأولية والبؤرة الثانوية البؤرة الأولية هي نقطة تكون على يسار السطح المحدد هذه النقطة تكون الأشعة كأنه صادرة منها في حالة إذا بالنسبة للسطح المقار البؤرة الأولية بالسطح المحدد بالنسبة للسطح المحدد هي نقطة تقع على المحور البصري هنا أنا هسا هذا المحور البصري ما لاتنا نقطة تقع على المحور البصري تمتاز بأنه أي شعاع ضوئي صادر منها نفرض أنه لا يصدر هذا الشعاع الضوئي يصير بعد الانكسار يعني مثلا إذا شعاع ضوء يصادر منها على فرض صادر منها يصير بعد الانكسار بشكل خطوط مستقيمة اللي هو هذا الخط المنقط البؤرة الثانوية بالسطح المحدد هي أيضا نقطة تقع على المحور البصري هنا هنتسميها F تمتاز بأنه أي شعاع ضوئي موازي للمحور البصري مثلا إذا عندي شعاع يمر موازي للمحور البصري يصير بعد الانكسار يعني مثلا إذا كان شعاع يعني مثلا هنا خلونا نسويها هيا بالنسبة للبؤرة الثانوية أفتش إذا كان عندي شعاع ضوئي ساقط على سطح محدد يصير يسقط على سطح محدد يصير بعد الانكسار كأنه يمر خلالها يصير نحوها هذا بعد الانكسار ماشي نكمل هاي بالنسبة للبؤرة الأولية والبؤرة الثانوية البؤرة الأولية والبؤرة الثانوية بسطح المحدد أما بالسطح المقعر البؤرة الأولية راح تكون على يسار السطح المقعر حسنا هذا مقعر راح تكون البؤرة الأولية على يسار السطح المقعر اللي هي هذي هنا نائف هذه التمتاز بأنه أي شعاع ضوئي متجه إليها يعني على فرض أنه أنا عندي شعاع ضوئي أوجهته باتجاه باتجاه مركز السطح المقعر يسير بعد الانكسار بموازات المحمر البصري هذا هنا أنا بعد الانكسار هاي البؤرة الأولية طبعا